نلوح نادي الزمالك محمود علاء مدافع نادي الزمالك كان فيه تفكير كبير جدا انه مش هيتجددله وانه هيرحل عن الفريق وبالفعل محمود علاء كان عنده عروض من بيرامدز واندية اخرى بس بعد ما تجددت اصابة الوينش نادي الزمالك بدأ يفكر مرة اخرى انه يبقي على محمود علاء وانه يعمل معاه جلسة لتجديد التعاقد لسه محمود علاء محسامش موقفه ولسه نادي الزمالك محسامش موقفه بشكل نهائي ولكن الاتجاه انه محمود علاء يستمر مع نادي الزمالك بعد اصابة النجم محمود حمدي الوينش هل محمود علاء وقع لبيرامدز لا لسه موقعش مش مظبوط هو عنده فعلا تلات عروض منهم بيرامدز لكن هو موقعش اي رغبة او ورقة لاي نادي ومستني جلسة مع مسؤولي نادي الزمالك طيب